إذن اخترت مجموعة من القصص واخترت منها أجملها إذن أول قصة وهي الحسناء النائمة في قديم الزمان كان ملك وزوجته يرغبان في أن يكون لهما أولاد تألم وحزن كثيرا لعدم إنجابهما أطفالا وبعد محنة وطول انتظار وضعت الملكة صبية جميلة فرح بها الأبوان أشد الفرح وقرر الملك إقامة حفل فاخر بمناسبة هذا الحدث السعيد طلب الملك من ساحرات المملكة الثلاثة عشرة أن تقدم كل واحدة منهن بعض الهدايا إلى الأميرة لكن لم يكن للملك سوى إثني عشر صحنا ذهبية لذا تخلى عن دعوة إحدى الساحرات تم التحضير للحفل في القصر وجاء الجميع لرؤية الأميرة الفاتنة وقبيل نهاية الحفل قدمت الساحرات إلى الطفلة الحسناء هدايا مذهشة كالجمال والثروة والفضيلة وأشياء أخرى وفجأة دخلت الساحرة الثالثة عشرة غير المدعوة إلى قاعة الاحتفال وفي غضب شديد كانت تنوي الانتقام من الملك الذي لم يستدعها إلى الحفل صرخت الساحرة في وجه الطفلة قائلة حينما تكبرين وتبلغين سن الخامسة عشرة ستجرحك شوكة مغزل وستموتين على إثر ذلك ثم انصرفت غاضبة كما أتت اقتربت الساحرة الثانية عشرة من الملك ولم تكن قد قدمت هديتها بعد إلى الأميرة وقالت لن تموت الأميرة لكنها ستدخل في نوم عميق قد يطول لمدة مئة سنة ولن تستيقظ إلا بعد قبلتها الأولى أمر الملك بتحطيم جميع المغازل الموجودة بالمملكة ولسوء حظ الأميرة المسكينة انجذبت يوم عيد ميلادها الخامس عشر بفعل السحر نحو غرفة في أقدم برج بالقصر في هذه الغرفة وجدت الصبية امرأة عجوزة لم تكن تلك العجوز سوى الساحرة اللعينة متنكرة في هيئة امرأة مسنة وبالقرب منها وضعت مغزلا جميلا لم تكن البنت قد شاهدت طوال حياتها مثله فلما أخذت الأميرة المغزلة انغرس في جلدها وفورا نامت الحسناء نوما عميقا فأسرعت الساحرات الطيبات لمساعدتها ونقلنها إلى غرفتها وقررن تنويم كل سكان القصر كي لا يحزنوا على ما أصاب الأميرة نام الملك والملكة وحاشيتهما والحيوانات المتواجدة بالمكان وأحيط القصر بسياج من الأشواك النباتية كي لا يثير انتباه أحد شاعت بين المملكات المجاورة أسطورة الحسناء النائمة وتوالت الأيام والأعوام وظل القصر على حاله وذات يوم مر أمير من هناك وأراد رؤية الأميرة النائمة بأم عينيه وحين اقترب الشاب من القصر تحول سياج الأشواك إلى ورود يانعة وأظهار عجيبة فاتحة أمامه الممر تقدم الأمير إلى باب القصر بشجاعة وحزم دخل الأمير وتوجه نحو غرفة الأميرة النائمة نظر إليها مليا وشاهد جمالها الصاطع وشاهد جمالها الصاطع كالقمر فأعجب بها فألقى عليها التحية فإذا بها تفتح عينيها وتبتسم له أحب كل منهم الآخر وأقام حفلا رائعا بمناسبة زواجهما وعاش في سعادة وهنا اشتركوا في القناة